اشتركوا في القناة وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك وثالثها حق العباد فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك وأنه ليس هناك أحد أولى أن تفكر كيف تقوم بحقه أعظم من الله سبحانه وتعالى الذي خلقك في ظلمات ثلاث وتكفل برزقك وأخرجك سليما معافا والله سبحانه وتعالى الذي سخر لك الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تستضل بها والخيرات التي تطعمها وتشربها فالله الله في حق الله عز وجل تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا ومن فرى قلبه لله كفاه الله كل شيء ومن فرى قلبه لله تولى الله أمره أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك وأنه إله الأولين والآخرين وأنه جبار السماوات والأراضين وأن بيده حياتك وموتك وصحتك وعافيتك وغناك وفقرك وبيده كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ففر من الله إلى الله وعظم حق الله واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية بغير طاعته أو تنتهك بها حدا من حدوده أو تضيع بها حقا من حقوقه فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب ورحمته وجعلك من السابقين إليه فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعسبته فعرف أين يضع لسانه وعرف أين يضع قدمه وعرف ما الذي يشغل به جنانه وما الذي يشغل به جوارح وأركانه ما خلقك الله لتلهو مع اللاهين ولا خلقك سبحانه لتغفل مع الغافلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون موسيقى